لك يا ميت أهلا وسهلا نورتوا بنمهلي حبيبتي والله يا فتوني ما شاء الله عليك هالهوايات عندي بترد الروح ايه والله والله باتك بسوا ألف أرض من هالأرض ياللي عندي ايه لقى هيك بدي إزعال مني يعني أدمعك عن باتنا الشرح ايه والله ما في أحلى من هالهوايات لك أنت بعينتك بتحبيلها والزريح ايه والله وحلني يكون عندنا شقفة الأرض بتنعيش فيها ومصيح ايه لك إن شاء الله بتقبشي قلبي شو زريفة شو رأيك تقومي هيك تفرجي شوي على الأرض متشقي لي عنديك بطريقة يالله يالله حبيبتي لك أموائي ما لك ناوية جوزية لرؤى اه ركي يا ابنتي والله بدي جوزها بس ما بدي أعريص لك العالم الاباني وبانك حوالي يشب بس ما لو ساكن بالشام يون لك روين ساكن ساكن هون بأرض بكيوان شب على كيف كيف هيك وانتي من نام تعرفيه لك شو منين بعرفو ابن عمتي يحسني يا الله يرحمها بس لاكي الشاب مقطوع من شجرة لا أب لا أم لا أخت لا عمي لا خال لا أحدة وبيني وبينك عم حاول دور له على عروس مش عاني يستأنس معه بقى فكري بالموضوع وردي لي خبر وليكي كمان ها شب حليوة طيب يا مو ما اختلفنا عم تقولي إنه الشاب منيح وآدمي بس كمان مقطوع من شجرة يعني لا عنده لا أهل ولا أخوات طيب مين بده يجي يطلب إيدي ويشوفني؟ والله يا ابنتي ما في غير فاتي بس بيني وبينيك أم نيح اللي ما عندك بيت احنا مرتاحة أمي والله ما بعرف ما رتحت لها لهاي فاتي انتي ما بتعرفيه يا أمي بس لا تعرفيها أميح بتحبيها بعدين لا تنسي جايبت لك عريس طيب إن شاء الله بتعرفي لك يا أمي كتير 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 فرحانت لك بس والله عاصصني قلبي لأنه بدك تبعدي عني لا أيها أمي لا تزعلي بوعدك كل كم يوم رح يجي وقضي عندك لنهار كله المو أنت تكوني مبسوطة ما شاء الله بتقبري قلبي ربي ووفقك ويساعدك يا حق ويخليلي إياكي امشي امشي يلا ويستعقونا امشي صباح الخير يا عروس صباح الخير يا أمار شو مفيقك منع بكرت الصباح بساتك عروس معنا متأصلا لا لا معناته الجو هون بتضيعه ما نعنسك لأنه هون غروب كتير فكرة مع الوقت إن شاء الله بتتعولي يا رب بخيناك يا رب خير روى شو انت لاش غشتني ليش ما قلت لي نكاك أنا ما غشتك ولو كذبتالي ليش فاتن بنتخالي ما خبرتكم لا والله فاتن ما حكت لي عنك غير كل خير وما في غير تحكي وتقول إنك شاب بتجنن وبتطير العقل وطول وبعرض وأخلاقك حلوة بس ما قالت لي إنك إنك أفكح بأخد على رجلي هي الناس اللي بتحبني هي بلتلني ما بقلوا لي أفكح مش عمي جبروا بخاطر لأي شغل يا موبيبي أحلق أي منا من هذا الموضوع فاتن هي اللي بتحمل نسؤولي أنا ما دخل أنا والله ما عليها لها شو بزي هيك قالت لي مش عم ما تقولي لا مش عم تقبري بالأجوازي على أساس هلأ أنا رح أقول إيه ليك حسن ما بني على باطل فهو باطل شو بفهم أنا ما عد بدي كمل معك بس أنا حسب خبرتي بالحيارة إنه أنا أكبر منك بالأعمار أدي عندي شهر وأنا بعد شهر بيدي بجعك لعند أهلي ليش لحتى ما نروح اليوم لأنه بالعادة الحرمة لما بتطلعنا عن جودة تاني يوم بيكتر حكي عليها وأنا ما بدي حدا يحكي عليك وأنا ما بهمني حكي الناس بهمني كون مرتاحه وبس أنا مش عسنات لأن الناس بتصير بدور عنك عايبة وأنت معنك عايبة وأنت شريفة بنت أصد بنت أصول ربايا والله ما بيهون عليك يا حدي ألا فعليك اسمعي مني وخليه بعد شهر أموكي دعوك أموكي دعوكي أموكي دعوكي لماذا? لأنه وقتها فاتت أمي فجأة لعنها الأخذ بي أتلقتني عم بشرب توتوم توتوم؟ لا تحكي ايه رفقاتي كانوا أعطيني يا عم عم أنا من رحبتي كبيت الزيجارة على الأرض أنا احترق إي شو أقلت النار عم ركتت أمي سارك ترش مي كل ما قد تحقش مي يزيد النار كل ما قد ترش مي يزيد النار واملي مطلقة جو اصل لك شي يا الله وفيلك البيت كان راح فيها كان شعر من أوله لآخره طيبو أبوك شو عمي؟ أبي؟ أمي كذبت علي قالت له إنه هاي الحريقة صارت لأنه أنا كنت عم شغل السوبيا وقعت حطب على الأرض بس أكلت أكيد يعني ما نفت من الأتلة لها ما نفت منها بس أتلة عن أتلة تفريق الله وكيلك لا يكون دريان إني عم بشرب تطول إلي كان مزع رقبتي من شرشة يعني الدرجة أبوك كان صحب؟ كان يبيّن عليه صحب بس هلي كان يقرب منه ومتعرف عليه كان يعرف إنه قضي ألبو طيب كتير ورئيء كتير ومت في ورق الشجار يكيك يا عم أهلا أعلم أنت هيك شاية فيدي تعرف أنك تشجعت إيه 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 يالله يالله أنا رايح جاهز بنامار أنت بس شك اللحمة بسيخ يالله روحي روحي يالله يالله يا الله يا الله يا رب ليش معنك لابسة؟ مش ليش بدي ألبس؟ مش هنأخذيك لعند أهلك يالله وتلبسي قوام يالله أهلا صحيح أنا مش تقتله لأمني كتير لأنه الموقتي اللي تجوزنا ماري حتى شفتها بس موجه على بالي روحي اليوم خلص منخليه اليوم تاني مشيه بس نحنا من أول يوم عرس الجنة تفعنا بأنه بعث لك حسن أنا أنا ما بدي أطلّي أنا بدي أطلّي معك ورجلي؟ شو يعني عادي أهلا أنت لو بدك تأغذي عليها كنتين من الأول سعيرتيني أنا ما بدي أطلّي عليكي خلق طادي حرشي حالي كون كذابة إذا قلتلك أنه الموضوع رح يكون سهل بالنسبة لإلي بس يعني كل شي بهالدنيا عادة ما بتعرف يمكن أنا بيوم من الأيام احتاج للعكازة بس يا ترى أنت رح تتقبلني وقتا؟ أكيد رح تتقبلني ولا صح أنت حلوة وأنا حبيتك وحبيت شوكي بس أنا كمان حبيتك من الجنة حبيت أخلاقي حبيت تربحتي أنا كمان حاسي حالي إن بلناش تتعلق فيك وحبيتك لهيك أنا حبي أعطي حالي فرصة ما بدي يجي يوم من الأيام وإندم على قرار أنا ما كنت أدو طيب وأمك شو بدك تقولي أتعرفت أنه أنا بأخذ عرج لي لاحق إلا أني أنا عكازتك مثل ما هي كانت عكازة أبي تول العوان موسيقى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مين حضرتك؟ أنا أمك تقبلني أنا ما عندي أمن أمي ماتت من زمان أنا أمك ومشتاقتلك فرحت كتير منك صرت حكين والناس كلها عم تحكي بزيرتك أنا للمرة التانية بقلك أنا ما عندي أمي لا أنا أمك وهي الرحت أمي ماتت وماتت من زمان لا أنت لازم تحس فيني ليش أنت حسيتي فيني لما تركتيني ورحتي تجوزتي لك على القليلة كنت يخديني معك مو تتركيني والله غصبا عني وحيات الله غصبا عني لا تقودي غصبا عنيك ليكو أبي بعد ما تركتي ورحتي تجوزتي تم قاعد فوق راسي عمي ربيني ويسر علي وعلمني وكبرني لصرت حكيم قددني يا مو أنا يا مو والله مو بإيدي والله العظيم مو بإيدي جوزي كان يمنعني إيجي يشوفك لأنه كان بغان علي من أبوك ولما مات إيجيت لحتى شوفك يا أبو الله معيك يا حرمي الله معيك ما الله معيك يا حرميك يا أبو أفضل من معيك أبوك يا راح إيجيت CJ لك ما هالي يدري تطلع بوشي لك هذا شوع بلد يا ربي الله لا يرحمك إن شاء الله يا ربي خيرك يا خير بكي شي لا يخمالي أدرارك لا لي أدرارك على مهلك على مهلك يا أختي امشي راح أأخذك لعندي على البيت لعندي هرمتي لحقيني لحقيني يا أختي لحقيني تعالي خضر يلا يا أختي يلا ليش ليك صار يا أبني ما بجوز اللي عملتوا مع أمك يا أبي ما في أول بالأرض دمنا أم تشوف ابنها تحتها يا ظرف يا أبني يا عريف لحتى أنت طلقتها وراح تنتقد انجوازيت يا أبي مو زمى والله مو زمى أبوها كان راسه تنح وعنه جوفيس وراغة سبعة جواز لكاية فيني جكر فيني خلاها تنتجواز يا أبي لا تزعل مني مو زب عريل كبر عليك يا أبني كبر عليك الله يرضى عليك معه مسدى معقول معقول ابنك يعمل معك هيك لك شو ما عنده قلب تخيالي 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 ما أرضي يشوف لي ولا يتطلع بوشي معلش معلش طولي بالك يعني كمان ما تأخذيني بها الكلمة يعني هلأ بعد كلها سنين لحتى تذكرتي أنه عندك ولاد الله يصلحك إلاي والله غصب علىني الجوزي المرحوم الله لا يسامحه عالف علي يمين طلع إذا بشوفه لأبني بالحول ولا قوت ألا بالله العلي العظيم اسمعي بقيلك أنا رح أحكي مع ابن عمني يحكي مع أبو عارم مشان يحكي ابنه مركي بيسالحك أنت وياه إن شاء الله يا ربي بيصير خير كتر خيرك يا أبو لازم كتر ألف خيرك كتر خيرك الله يصلح الأحوال إلهي يا ربي الله حيو الحكيم سيدي الحكمة بالشام كلها الله لا يحرمني يا عمي أبو العز ولا ما بعرفك هيك يا حكيم خير شوفي يعني معقولة تجي لعندك أمك وما تستقبلها وتكسر بخاطرة وإنت شو عرفه؟ أمك بعد ما أنت كسرت بخاطرة داخت ووقعت بالطريق وهلأ هي عندي بالبيت عندي عيالي شو يعني؟ يعني بعد ما كسرت بخاطرة دموعها ما عدنش فيت اسمها أبو العز بدي حكيك كلمتين أي سيرة الله يرضى عليك مردي يسمع فيه بعدين أنا مجهود عند إسنوك أبو عارف الحرمة ما بقيلة حدا بها الدنيا غير ابنها ولا هي عند حرمتي بالبيت ولازم ابن الحكيم يداري أمه مضبوط عم تحكي يا أبو العز حكياتك عمدي ما راح أترك السيرة هي لا لقي لحلي أبو عارف بدي أسألك بضل أنت ليش ما تجوزت بعد ما طلقت ليش ما تجوزت عم تذكرني باللي مضاه أنا تسرعت وطلقت المرضي بس لما ما هدي بالي ورحت لردها دي الأسف لقيتها بالجوزة وأبوها صبع جواز نهرت من الجواء تلبي ومن وقتها من وقتها اللي تحرب علي رسوان الدنيا كله يعني عاقبت حالك بحالك ايه؟ عاقبت حالك أبو عارف لساتك بتحبها ما هي؟ والله إش كان بلك لا أبو عالطان ايه؟ استغطي بابا طيب شو رأيك؟ ترجع مرتك لزمتك ويرجع أبنها لحظنها ياريت ياريت ترجع مرتك بس أكيد مراح دبال هاي عندي تركع علي أبو عز أبو عز أذا بترجع مرتك لغزمتي ليكون أسعد يوم بحياتي بإذن الله راح ترجع أبو عز بغلاوتي عندها اقنعها ولا يهمك راح حاول اقنعها بس إن شاء الله يقنعها لازم تبني يلا تخاطر عكلا يا ربي يا ربي يا ربي مستحيل يا أبي مستحيل هي الحرب من تفوت على بيتي لك هي أمك يا ولد مين قالك أمي؟ هلا صارت أمي بعد ما رميوها بصاق معت صفيلة حدا بدنا ترجع لعنها لك أنت حكيم ولا عتال لك زيادة عليك تقول عتال أنا حكيم بداوي العلم بس اللي ساوت أمي فيني أنا وصغير حطتلي نقطة سودة بيلمي غير الله ما تشيلها روح فتح الباب روح فتح الباب العمى شو هالرأس التريحات حكيم يسترع العرض لتعناي مين شو فيه؟ أخي اللي صغير مدرجوا صلى الله وإعب الأرض لا منتمو ولا منكمو انتي شو هم تحكي؟ بعد كل حصني؟ بالنهاية هو أبو ابنك كنتم تجاوزين؟ يعني أبو عارف رضيان؟ هو ميت على ما ترجعي له أبو عارف بيحبك وقضى حياته كلها بدون جواز لأنه بيحبك هيك قال ابن عمي شو قلتي؟ أبو عارف بيحبك أنا ظلمت كثير بس كنت قولي الحالي ليش ما تجاوز بعد ما تركنا بعض؟ لك ما في رجال بيعد لحرمي إلا إذا كان وفي وابن قصر وبيحب حرمته من جوات قلبه مممم شو قلتي؟ كدر قلب خيرك يا أمي لازم كدر قلب خيرك ايها هذا الحكي اللي بيفرق يشوفيش لونه حمر وشك وستحاتي يم العز يلا الله يوافقك يا رب ويتمملك على خير إلهي يا رب لك معقول أبي يا رجع أمي بعد كل هالسنين لك بعد ما تركتني وراح تتجوزيت لك آخ آخ السلام عليكم خال عليكم السلام ورحمة الله بركاته عليكم سلاطة محمد تعرف لك شي حكيم بي هالحارة أنا حكيم خير عن جد عمد حكيم قلي شو فيه؟ حكيم الله يخليك أخي دم وحميم ويامل حوي على شو صاير معه؟ ويع ويع على رأسه والله طيب ويل بيت؟ يا شرف حكيم شرف 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 يا الله يا حكيم يستر على عرضك أخي والله ما هتلحقه مين أواصل أخوك؟ راح أحكي لك حكيم بس الله واكي لك نحنا هربنا من جماعة الكراكونة أواصل علينا ليش كنتوا هربانين شو عاملين؟ لك حكيم الله يخليك حيموت الزلم وانت عمسألني شو عاملين خلصنا حكيم مشان الله دبرك؟ يستر على عرضك بلا لخستكانة ما أخرش؟ عامل له ما بيمشي الحال لك حكيم حكيم يستر على عرضك يعمل لحقه يعمل لحقه يعمل لحقه يعمل لحقه يعمل لحقه الله يخليك دبره بنعرف ده لك خلصنا حكيم الله يخليك روح الشعيل تحت المنال يلا بأمرحك يلا بعيد انت وياه بعيد وياه لايك بعيد شوفي يوز باشي أبوك يلا 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 يل عمل فيه كنا ملاحقين ثلاثة زهران وقاموا فاتوا على بيتكن وقام طلع لهم أبوك أدحوه شبريه وهربوا كان واحد عم بتقول له زباشي ثلاثة ولحنا لحقناه هون وصوابنا واحد بكتفوه وفي واحد ما تصاوي ايه؟ تعرفون؟ لا يعني أنا أنا أنقص داعتي الأبي من يدي دول من يدي دول من يدي دول يا حضرة الوسباشي أنقصته يعني بتعرفون؟ دليني عليهم لح تروح جبلك ياهل أبن الصهر أبو صفوح بشو غلت ابني معاك لا سمح الله لك ابنك مرافه ليش اللي عاطلي طول الليل عم يلعبه شدة وصواته اللي عنها إصراعونا وأنا نبهت عليها سعدو إنتهلو إذا بسمع صوتها بدي روه اشتكى على الكراكون وما بدي روه اشتكى على الكراكون أخبر ابنك روح بين الرجلين نبي عليه أنا بشكره كثير والله أوصى بسابع جاء وأنا ما بيهون علي بشيراني بنوب أبدا تسمع مني أبو عبدو ابنك بلالو هالرفا تسمع مني شلي عاطلي منت علي وبإذن الله ابني ما رح يرافي أهدو الأولاد أبدا السلام عليكم أبو عبدو الله معه هيا يا إيه علينا بيضلوا شبابوا بدون يتسلوا يا أبو عبدو لك الجيران صارت تشتكي منهم ومن سهراتهم عم يزعجوهم يمكن يشتكو عليهم للكراكون ولي يشتكو عليهم يعني بدون يحبسوهم لك هم بدون يلاعبوه وشدة يا ابنت الحلال الجار إلو حق على جارو وهيك القانون بيقول بعدين ابنك بيعملته هاي عم يباهدنه ويباهدي لحاله لك الشباب اللي قد أمني صاروا متجاوزين وفاتحين البيوت وعندن أولاد بس ما تنسى يا ابن عمي الله يخلي لياك ابن عبدو الله طعمنا يا على أربع بنات ويعلي يربي بهالبيت لحاله لا عندو أخ يتسلى معو أو يلعب معو إيه ما صدق إمتا كبر شوي وطلع يرافق شباب هالحارة وصار يتسلى معو لك ما عندي ماني يكون مرافق حدا بس يكون عليه القيمة مو يرافق لي ناس مو معروف أصلا فاصلا منين والله معاك حق بدك السدق أنا كمان مو رضياني عن سهر وبرات البيت كل يوم وحكيت معو كذا مرة وما رد علي ابن عمي الله يخلي لنا ياك تحكي معو أنت بركي بيسمع منك بده يسمع مو على كيفه بده يسمع لأنه مستقبله ومستقبل عائلتنا كمان سمعتنا وسمعته الجيران عم يشتكوا من سهرتكم اللي عم تضل الصباح ما عم تخلونه يناموا بنوم يا أبي يعني شو عم نسائل إحنا عاديين بيت رفيه وعم نتسلو اللعب شده بعدين كل واحد حر ببيته شو العقياد اللي عم تحكيه أنت؟ لك مظبوط حر ببيته بس مو حر يؤذي الجيران أنت عم تؤذي الجيران بعدين ما لقيت غير رفقاتك الزعران يعني مسميهم رفقاته دو أحول أولا هو تلب الله يا أبي بعد إذناك لا تحكي على رفقاتي أنا ما شفت منهم غير كل خير ليش عم تقول عنهم زعران لك ورجيني واحد بإيده مصلحة لما ساعده لكل أهل الحارة بيشتكوا عليه لما ربحي لك ورجيني واحد بيروح فينه عالجامع يا أبي بوس إذاك حاجة تحكي عن رفقاتي بالعطيل هذول الجماعة أنا بحبهم بحبهم من قلبي بحياتهم ما أزوني لك أنت صرت مثله سهل طوال الليالي وبتجي عند الصبح بتنام طول النهار لك مع البواعقية ما عد شفتك رأيت لك عالقليل الجامع ما عدسته أنت كمان أنت متأكد أن رفقاتك هذول بينشد الظهر فيهم؟ لكن شو يا أبي؟ لك هذول بيفدوني بيروحهم شو عم تحكي أنت؟ إيوه لح ورجيك أن هذول ما بيشد الظهر فيهم هذول رفقات مصلحة بس عند مصلحتهم رفقاتك عند غير مصلحتهم شوف شو بيعملون شتو مدي تأكد من هذا الحكي؟ تعا معي لورشيك شتو موسوط شو أولك عبدو؟ هلأ أبوك لأ كنس؟ لأ قطي صوتك يخرب بيتك بدك تفضحنا أنت؟ يعني هلأ شو المطلوب نعمي؟ بنخطفو؟ لو قلنا مي بدك تخطفو؟ اسمعنا شو عم يحكي اسمعوا شو بدي لكم؟ إيه أنا بدي منكم أولروح على البستان ونحفر هنيك بالبستان ونطلع الكنس عبدو تتعرف عنا شو عم تحكي وين مخبينو؟ بجزيرة الكنز بجزيرة الكنز البستان اللي قريب نهو من الحارة بدنا نروح عليه في شجرة عرفتوله صافي اللي وعيق منه ونعرفه ترابت وقته لقا لقا عرفنا ما بنعرف غيره تماما بعد الشجرة بعشر خطوات هناك محفور الكنز بتكون تساعدوني انه روح نحفره ونهربوله ونع الحارة ايهوه والخطوات تجاه مشرق ولا مغرب مشرق مغرب 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 ايه انه روح مشرق ومغرب ايه ايه يا عبي عملت متما قلتلي بالزبط قلتلون انه بدنا نروح نحفور ونطلع الكنز ونهربوا من البستان عالحارة بس انا اللي مجننني انه ليش تخليني يقلون وين مخبى الكنز كل شي بوقته لحتعرفه ايه يا ايه يا ايه ايه على حقياتك ايه هلأ اذا الله ما خيبني لك ربحي ايه 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 هي الشجرة مشو بتفرق هاي عن هاي عن هاي عن هاي تعا تعلق لك تعا لك الحقني يا ربوح والله هلك اثنين شوف هاي هي الشجرة اللي وقع عليها صافي لما كان صغير ومكسر ترقبته لك هون بيقدر يحط رجله ويتعربش عليها لفوق ها هون ما بيقدر ايوه ايوه يلا يا رب يلا ماليش نحفل لك لا بدك تحفل قال لك تمشي عشر خطوات ايوه يلا شرع اه قال له مشرق ولا مغرب لما قلت له مشرق قال لي لأ مغرب مغرب يعني هيك بتاع واقف هون يوه عد معي عشر خطوات انت مشي انا بعد يلا واحد نه ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مانة تسعة هون اي عشرة هاي نحفوق يلا يا رب سعدك اذا ما بلاقيهو يا سعدو يلا بسم الله رح يقول الله يا واني شو تديل يا إلهي يا إلهي والله تقول سحر وخيال لك أنا عيني ما عم تصدق اللي عم تشوفو سعدوه ايه هلا شو بنا نعمل هلا منحمله له السندوق ومناخدو ومنحط كاسة شاي ومنكسر هالقفل ومنطالع الدهبات اللي جواتو تعالى نكسروهو لا يا أخي بقى بصير ايك اه صحي مش عن عبدو أبو لكا على رواك عبدو أبو قلتلي يا علي ما علي عبدو أبو رح ينشغل من عنا خزمة نشيه أنا وياك بس يكون معنا مصاري يا إلهي بك شو هالحكاية هاي حبيتها والله شغلية ما بتتسدق يلا يلا تتحشيل معي أحسن معنا يجي يا إلهي سنة 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 على مهلك على مهلك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ولك يا باطل ولك يا باطل رفقاتي اللي كنت أنا مأمن لهم وبحبهم من قلبي وبعطيهم روحي يخونوني ويخونوا الأمان اللي بيناتنا عمسدي ولك ليش ما خليتني روح أشرب من دمهم وقدفنهم عواض الكنزة اللي أخدو وليش لك لا تروح ولا هم يحجنون خليك تعرف منو هنّن صحابينك على حيّتن هدول صحاب مصلحة وبس مظبوط حكيّاك مظبوط يا بي صحاب مصلحة بعدين لك شلون بتخليّون شلون بتخليّون ياخدوا الكنز لك ياخدوا ينعقوا ميتوا ويشربوا لك في حجار هاد مفي كنز يعني يا بي الكنزة اللي حفروا مشانة واخدوا هاد كله حجار كله حجار بدّك تعرف الصاحب الحقيقي شلون بيكون لك كان يا بي واصلاً أنا من اليوم ورايح ما عد أختار غير الصاحب الصح لك نروح لعند صحابي أبو محمود وأبو نصار وأبو ناجي وبتقلّوني اللي بقلّك عليه شو بقلّوني يا بي شو ألاقي؟ عبدو صار هاد الشي من شوية عمي أبو نصار والوالد بعد مين عندك من شان نجيب الرفش ونروح ندفن الأتير بالبستان عنا ماشي عمي ماشي رويت يا روح سبيني راح سكن الدكان ونجيب الرفش والحفاك روح عمي روح شوفهم يوم يومك حمي أبو نصار الله يخلّيننا ياك السلام عليك ولهمك تكرم عينك وعين أبوك وبتقلّو بيقلّك أبو محمود ساعد زمان بيجي لعند منك ومعه الرفش والكريك كمان كافو عمي أبو محمودك الله يخلّيننا ياك وتطوّل بعمرك لك اللي لا تدخر علينا لا لا لك حمي لك شو عم تحكي إنتي ولك أبوك صاحبي قبل ما تخلق إنتي لك بفضيب الروحنا نقدّا خير روحك أملك يا تاج ناسي الله السلام عليكم الله معك أنا أبو رشيك يا عبدو يا يبشو محل هيك لك أنا يضحك علينا إن إحنا يدلنا على كنز ويطلع سمدو إحجار الله هذا اللي سواقص ما فصل ناقص وإنتي ما لازم تسكت له منه بها أنا بدي إسكت له لا يا باطل إدعي لربك بس إنه أبوه ما يكون بالبيت لا دعوه سوة عدرج لي لا أولي شو يكون أبوه بالبيت عبدو عبدو مو هيك هيك عبدو خير خير شو بقى أنت ويا ليش عم تحيطه شو فيه شو فيه هيك دعمل في لنا يا منظوم إيوا وشو عمله آآ عمل حاله ما إنه عرفان شو عمله إجيت تترجعنا وتتدخل علينا مشان نساعدك لحتى تطالع الكنز وإلا نسيت بسم الله شو عمل معكم عبدو قلو شو عمل معنا؟ بصراحة عمي؟ بصراحة مبارح جل عنا نحنا الجوز واتدخل علينا وطلب مساعدتنا قال مشان نطالع كنز انتو حافرين وطامرينو ونشيبو لهون على الحارة وطلع كلامو كلو بالأخير كذب بكذب وانتو شو عرفكم إنو كذب بكذب؟ إلا أنو رحنا رحنا على المحل ما دلنا عبدو وحافرنا لقينا صندوق مقفول وبعد ما فتحناه لقينا فيو حجار وزبل اسمعوا يا رجال إذا الأتيل بيخذكم أبو عبدو ما له علاقة أنا اللي قتلته لا يا رجال أنا اللي قتلته أنا اللي قتلته أتي شو عمي أبو عبدو؟ لا في أتيل ولا هم يحزنون بس كل الشغلة إنو أنا حبيت معرف لأبني من هو الصاحب نرجع لحديثنا منو قال لكم تروحوا تحفروا وتحطوا الصندوق وتطالعوا وتشوفوا شو فيه سعدوا أه 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 أحكوا شو قال قدرتوا فيني وخنتوني وخنتوا الأمان اللي بيناتنا انتم فكرون أخواتي إذا طلبتوا روحي بأعطيكم ياها بس الطمرة عم عيونكم ونسيتوا مين عبدو إنشان هيك أنا ما بيشرفني أكون عندي صحاب متلكم تحمل حالك إنتو إياه بتنقلعوا من مشي أنا ما عادي بدي شوفوشكم بالمرة نلعوا السلام عليكم لا عليك السلام يا الله أنتو إياه شفت يا عبدو شفت كيف يكون صاحب يا أبني الصاحب اللي ما بيحفظك بغيبتك ما بيحفظ سرك وما بيوقف معك وأزنقته ما بيلزمها ما بيلزمها عمي في صاحب حقيقي وفي صاحب خرطي لازم تعرف مظبوط من صاحبك كما بيقولوا الدهب ما بيبين غير على المحاك شرفوا شرفوا يا أحلى أصحاب شرفوا عن غدب خذوا لنا طريق يا جماعة يا الله يا الله خذوا بصراحة يا باشا عدراشي أفندي لازم بتعزلوا ومنصفوا بتجيب حتى غيرهم ليش يا معراب بدي أعزلوا طالما الزلمة هاي بوهاش بوك أنا رحت عنده وطلبت منه هاي طلب صغير لنطلع صديق يا باشا هو رفض هذا الشي هو بيعري إنه أنا أيدك اليمين وكلمتي من كلمتك يعني هاي وكسر كلمتك يا باشا أين يا باشا كسر كلمتي؟ هذا اليوم بتطلع لهم فرامان وكاسل ودغري الله يطلعنا بعمرك يا باشا أمرك خلينا نشوف الشب شو عنه خضع يا باشا أين يا الله أهلا وسهلا شرفتونا ونورتونا يا باشا شوف ياندك ينباوي ينشراب يا باشا عندي أحسن وأغلى بضاعة بالسوق كلها يا تبا بس أنا مو شايف يعني شو هلا بضاعة يلي أغلى الشي بالسوق كل البضاعة اللي بالسوق إلا سعر محدد إلا البضاعة يلي عندي سعره ما بيتقدر بي سواء بس أنا شايف لك كانت بفاضي ما فيها شي ينبع وينشراب مصبوط يا باشا الحمد الله الله أحسن جبرون ونفقنا أنت شو عم تبيع؟ أنا عم بيع حكمي يا باشا وما صفي عندي من الحكمة في هاللوحة أيضا كأنه مخرفة الختيار حقيدا ومخرف باشا يعني بفهم منك أنت عم تكسب من بيع اللوحات مصبوط يا باشا أنا بكسب من بيع اللوحات واللي بيشتري مني اللوحات بيكسب أكتر ناويني هاللوحة لشو؟ تأمر يا باشا والله متل ما عدت يا باشا شك لو خرين فعلينها شو تفضل يا باشا فكر قليلا قبل أن تفعل كي لا تندم فكر؟ قديش بدك حقا؟ خمسين مجيدية يا باشا شو؟ خمسين مجيدية؟ مهران أعطيه خمسة خمس مجيديات وحاشتا خمسين مجيدية شو عم تحكي إنتي؟ طيب أنا لحط خمسة ثانية فوق بصور عشر مجيديات ونخل الهدية لا تقدر بي سمانه وإذا بده إياها الباشا بنقدم له إياها هدية أما إذا بده يشتريها خمسين مجيدية ما عاذ الله نحن ما رح نأخذ البلاش ولا رح نأخذ هدية ساوي له إياهم عشرين خمسين مجيدية يا باشا أربعين خمسين مجيدية يا باشا زياري شوه أربعين؟ شوهي شوهي لنأخذ بأربعين ما بتصموشيين؟ هذا كتير ميبس راسهم آه خلاص باشا خلينا نحن نمشينا ونمشينا نحن هدينا دغري الله يبارك لك اللوحة مدسوة أكتر منهيك الله معك يا باشا شرفتونا ونورتونا وآنستونا يا باشا مرام يا باشا بتعرف مهرام؟ أنا عم فكر بالحكي اللي قلتلي إياه بخصوص راجع يا فندي نحن بالوقت الحالي معنا مصلحة نهجلهم من نصب باشا أنت اللي بتشوفه وكليدي بتعمل بس شو اللي غير رأيه؟ اللي غير رأيه إني أريت هاي الحكمة اللي مكتوبة على اللوحة تكر قليلا قبل أن تفعل كي لا تندم نحن ماننا مصلحة بهذا الحكي لأن الوالي هو اللي عينه ولما منعمل هيك حركة بده ينقرق مننا كتير ويقلب علينا يعني يعني بتروح بتجيب لي هاي اللوحة وعطيه متل ما بده بس يا فاشا متل ما عمل لك ساب يلا 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 شريف هاي خلسين مجينية معوضين إن شاء الله قاطرك قل لي طلب واحد اتقل له لحضرة الباشا إنه يعلقها بصدر البيت ويكتب على كل حيط من حيطان البيت شو مكتوب وعلى كل زاوية وعلى أواعي وعلى أدواته شو مكتوب فيها وبيستفيد كثير لا حقل له بس عن جد ما أنا مبطنع بهذا الحكيكل لا ياتو أنه حاسوا كله والله إزا حاسوا هيك مشكلتك مو مشكلتي بالآخي اشتريتك وبخمسين مجيدي مرني يا باشا أبو أسعد يقضى عليك بتحمل لي هاي اللوحة وتحط ليها بالصدر بأمرك يا باشا وبتقل له للخطات يكتب لي هاي العبارة على حيطان مضافة بخط مقروء واضح ايه أمرك يا باشا أعتبر الأمر صار باشا بعد إذنك يعني بقدر أعرف ليش أبو أسعد لا تكتر حقي حاضر يا باشا خده ومشي حاضر شلوني يا مهرانة فانتي؟ بدك يعني يقتل الباشا؟ ولك ايه؟ متل ما أعمل لك بالدياك تقتله وبس ليموت الباشا أنا لحبست لهم عواضه وصير بمنصبه وساعته لحسلمك معي منصب كتير كبير وأعطيك مصاري أدمها بالدك وأغنيك لولد ولدك انت علي عوض بس عدم المؤخزة يا مهرانة فانتي يعني شلون بدك يعني يتول الباشا والباشا حراسه ما بيتركوه له صباح ولا أظهر ولا ليل مسيك هاي الأنينة في يسم لما بدك تروح لعند الباشا وتحلق له بتجرح هنا التوفة صغيرة بدون ما يحس أبداً بيبددان الموس من هذا السم وعن طريق الموس بينتقل السم لذمه وساعته بيفطس ومنخلص منه بسيك فهمت علي شو هاملاك قبل ما أروح سكرت شغلة كمان إذا الوالي أحب يعرف شلون ما تلباشا أكيد لح يكلفني لإلي من شان حقق ما الموضوع يعني أنت الأمان شو ما صار لا تخاف من شيء خاطرك أمان شعار ماذا؟ من السمين أمان شو ما اشتركوا في القناة 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 بصراحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا اشتركوا في القناة 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 تحكيلي شوفي كريمة اليوم عطاني شوية مصاري اه وهو معودنا يعطينا المصاري كل يوم جمعة شو عدا ما بدا واليوم حبي يعطيني شوية زيادة شو المانع وعم قول لحالي لش بتضلك وقفة معه بالأرض عم بتطقي حناك لك اختي ازا دريت مرته رح تدمحك هذول عالم ما بترحم اول شي مرته ما لهم تاني شي ازا القاضي راضي انتي شو ضربك على ايدك يا رب بدخيلك هالبنت جنتها الاخر بساحة عبرين بحينا شعنا حاجة بم وين اختيك اختي بالأرض عم تشتغل شبك يا اما في شي لا يا اما ما في شي طابعنا شوي لا تغبيعني انا حافظ لك يا اما والله ما في شي اه 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 اي اختيك السلام عليكم بتو عليكم السلام انتي مو ملاحظة انك مزودتيا شوي انتي وكارين باك ليش شو عم نعمة ولا شي سلامتك بس طلوق توقفين مع بعض قدام المرابعين اي طبيعي ما كل الضيعة صارت تعرف انو كارين باك ويحبني لك يا ويدات لا تنسي يا اختي انو نحنا رضينا نشتغل بالأرض مشان المصاري مشان ننعالج امك ونداوية مو مشان نستغل للعالم اي او انا ما عد بدي عيش هاي العيشة المعدتي مو مشان نشي يا امو دي ري بالك على اختك لانو اختك ما بتخاف منش واللي ما بيخاف بخوف ما السمال شون تقول مسافر اي والله مسافر ما بتقول والشغل؟ هلا أنسي الشغل هلا أضل معي قرشين لح أعطيتي إياهم دبري حالك هيون دبينما سافر دبر أموري وأرجعهم يعني بفهم من هذا اللي حكي أنه أنت متضايق عن المصاري؟ لا، مو أنا اللي متضايق أخي صايرة معه مشكلة كبيرة كثير وعليه ديوم هيك كوميا تم يتدخل في الموضوع وقالت يدفع عنه المصاري وأنا دفعت عنه وهو مع معه رجالي مشان هيك رح سافر أضبط أموري وأرجع إن شاء الله طيب ماشي مشان الله لا تزعلي والله العظيم أنا مالي نفس السافر بس بدلوها تطبيط أموري زعني بحيني ها؟ الله يسترلك يا رب تعالي بس عدنا ولك المصاري تعالي لكن كيف بدك تتركي الشغل عند كريم بك؟ عادي بتصير لقيت شغل أحسن وتركت لك يا ويدات أنت بتعرفي هاد الاسم صادق جاي على أرض كريم بيك خصوصي مشان ياخد الفلاحين والامرابعين اللي عندو بريعلي شاطر وبيعرف مصلحتو والله بكرا ما يرجع كريم بيك من السفر ليقيم أيام تك ما حدا قل له يا صافي بعدين يدفع أكتر بنرجع منشتغل عندو وانتي هيك بتبيعي حالك للي بيدفع أكتر؟ ايه وما لي خجلانة على فكرة ومن حقي ومتل ما بيقول المتا يلي بيتجوز أمي بيقول له يا عمي لا انتي المصاري عملت ليك عيونك حالآخر لكي أنا بكرا بدي بلش شغل عند صادق بك ووعدني إنه بدو يعطيني ثلاث أضعاف يلي كنا ناخدهن عند كريم بيك تبعك لهيك حبك تيجي تشتغلي معي أهلا وسهلا ما حبك سطفلي وبالله شو المقابل حتى بدو يدفع لك ثلاث أضعاف؟ أنا مستعدة أعمل أي شي كرمال المصاري فمتي علي أي شي شو ما كان يكون الله حسنا ويداد مشتقتلك يا روحي مشتقتلك يا ولو سمحت كريم بك أنا متأخرة وبتجروح على الأرض لا تروحي اليوم أجرتك بتأخذيها بس شغل ما بك أنا مشتقلك لأنه لا أنت فهمتني غلط أنا ما بتجروح على الأرض لعندك لك أنا على الأرض بدك تروحي أنا بتجروح على الأرض صادق بك صادق؟ شو 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 أخذك لعنده؟ لما أنت حملت حالك وسافرت إجا صادق بك وشافه وطلب مني أشتغل عنده ومو بس هاي عم يعطيني ثلاث أضعافي اللي أنت عم تعطيني إياهم لهيك ما قلت لأ ودادة شو عم تحكي؟ وأنا؟ ببي بعوضك بالأحسن يا حق وسو صان عم تشتغل عندك هالساتة وما بينخاف عليها كتير شطورة اسمعي لي ودادة ما شو عم الله ودادة؟ أنت بتعركي أنا بحبك أكتر من أهلي قصم بالله العظيم أنا بحبك أكتر من حالي وأوعيك ودادة قصم بالله بخرب الدنيا كل من شانك أنا إيه أنا ما بحبك إيه شو الشغلة بالغصب؟ طيب بلا هاليوم صادق منخليه ليوم ثاني شبك يا وداد عم قللك مشتغلك كتير طيب بلكي حدا من المرابعين شافني وأنا فايته لعندك على البيت مين راح يشوفنا؟ إذا الكل عم يشتغل بالقرب بعدين يعني مين أدوا علينا؟ إيه بس أنا بنت وإلي سمعتي سمعتك لا تخافي عليها منحلة بالمصاري قلتك كل شي بين حلب المصاري بجيب لك نقف الدين فستان بجنن بدي تلبسي ليها هلأ إيه؟ إيه، منلبسه ليش لو؟ إذا كان فتحك من جهزي حالي فلو بينا روح أمين على الأرض عم المرابعين بيماش بس لغ تتخير عليها لأني كتير بشتغلك متلا ما راح أتخر دخيل الله أنا يلا شو؟ بي عندك حكي تاني؟ سيدي والله ما دخلني بعدين إيه شلقت لها؟ شو بدخلك؟ بجوز أنت اتهجمت عليها وهي حاولت تصدك عم تعتلتها سيدي لو ما بدها ما كانت بتجي لعندي برشليها والله إلصة متل ما خبرتك ياها خراس يا واطي يا حقير لك سوصل؟ سوصل من شان الله تخبري أنه هي كانت تجي لعندي برضاها خبري؟ سيدي لقى طلقات الحقيلة وداد لقى طهارة من البستان ومعه خنجر عليه أسر دم كريم؟ شفت سيدي؟ الحمد لله بينات الحياة أنا ما دخلني لجت أنت لأختي ليش؟ لأنه أختك ضعكت علي أختك لعبت على مشاعري وخلتني أحبها أختك خلتني أسر على أهلي وضحكت علي وزحبت مني شفت لي لأني لأمو بساك هو أخد عدتي وراحت مع غيري لك خلاص خلاص ما بدي يسمعشي الله لا يوافعك مش عن هي كتلتا يا عواصي إيه؟ مش عن هي كتلتا وبقتله ميت مرة كمان وإذا رجح بيدي الزمن لورا بقتله وبشرب من دمه تعرفي ليش؟ لأنه ما أقدر شوفه ما حدث عنه ما أقدر مش حاطه يلا حاضر سيدي امشي الدمي امشي! يلا حرق بدأي بيك فيك تنصطريف كتر خيراك سيدي كتر خيراك اشتركوا في القناة